دكتور محمود احمد سيد. ان شاء الله نشرح النظريات الخاصة بتجارب الفيزياء العملية. نبدأ ان شاء الله باول تجاربه يا شباب اللي ها القياسات والاخطاء. في التجاربه يا شباب هندبس او هنتعرف على استخدام ادوات القياس الدقيقة مثل القدمة زات الورانية والمايكرو ميتر. طبعا ادوات القياس دي يا شباب بتكون ادق من الادوات العادية اللي معنا مثل المصطبة. ان شاء الله بعد ما نحسب او نتعرف على كيفية استخدام الادوات الدقيقة دي نتعرف كمان على كيفية تقدير الاخطاء اللي ممكن تكون حدست اسناء جراء عمليات القياس. الادوات اللي معنا قدم زات ورانية مايكرو ميتر كرات معدنية متوازن مصطلة زجاجي او قارب من الزجاج. نبدأ يا شباب بالقدمة زات الورانية او الاداة دي يا شباب او الجهاز ده هم طبعا اكثر دقة من المصطرة العادية واستخدامه بيستخدم لقياس الابعاد الخارجية والابعاد الداخلية. الابعاد الخارجية مثل الطول والعمق والاتفاع والسمك والاقطار او الابعاد الداخلية مثل الاقطار الداخلية او الابعاد الداخلية. تتكون القدمة دات الورانية يا شباب من قطعتين او من جزئين. الجزء الاول عبارة عن المصطرة العادية. اللي هي عبارة عن الجزء ده يا شباب. جزء الصلبة ده كله ده طرعا مصطرة عادية. وعليها تدريج مصطرة. والجزء الثاني بتكون من الجزء المنزلق او متحرك اللي هو الفيرنير اللي بينزلق او بيتحرك على اللي هو الجزء ده يا شباب. اللي بتحرك او بينزلق على المصطرة العادية. عادة يا شباب بيكون صناعات القدم الذات الوجانية من الستالستيل الغير قابل للصدق وبتكون عادة كمان من مواد غير قابلة للسحب والطرق يعني تكون ذات قوة معينة طيب الجزئين دول يا شباب كل جزء عبارة عن ليه فكين الفك ثابت فك ثابت وفك متحرك يعني دولها عبارة عن فكين فكين ثابتين فيه فك كبير وفك صغير والجزء المنزلق برضو فيه فك صغير وفك كبير طيب الفك الكبير الفكين الفكين اللي هم متصلين بالمسترة العادية او بتدريد رئيس يا شباب بيكون سابتين بيكون فك ثابت بيكون فك ثابت ويقابلهم فكين مركبين على الجزء المنزلق او الورانية شباب اللي هو بيكون فكين بيسمين فكين فكين ايه متحركين او فكين منزلقين يبقى عندنا فكين صغيرين لقياس الابعاد الداخلية وفكين كبيرين وفكين لقياس الابعاد الخارجية وعندي يا شباب تم تدريج الورانية لو الجزء المنزلق طبعا التدريج دولي على موجودة على القدمة او موجودة على الأن الجوز المنزلق وعندي الرئيس الموجودة على المسترة وطبعا بيتصل بالجزء او المنزلق او الورانية يا شباب تيل او جزة. تيل او جزة. وده يستخدم القياس الاعمال. طيب ازاي انا استخدم القادمة ذات الورانية في عمية القياس. طبقا للقانون دي او للعلاقة دي. لي عبارة عن اكس بتساوي ا زائد بي ا زائد دقة القياس او واحد من واحد من عشرة في دقة القياس. يبقى عندي الاكس لو البعد المراد قياسه. سواء كانت بوعد خارجة او بعد داخلي. الايه اللي هو عبارة عن التدريج الرئيسي. وطبعا يا شباب ده بيكون قياسه بالمللي متر. بيكون قياسه بالمللي متر. بيكون قياسه بالمللي متر. وده بيبدأ من فين فين يا شباب. يعني لما يكون عندي تدريج الورانية بالشكل اللي شاهدنا دي. قدم زائد الورانية بالشكل ده. انا عايز احسب قياس الايه. هاحسبه ازاي. بداية من الصفر ده لصفر الورانية. لصفر جزء منزلقه. هشوفه مقابل لانه قسم من اقسام. للاقسام بتاعت الورانية. القسم بتاع الورانية ده مقابل لانه قسم من اقسام التدريج الرئيسي. يبل ايه? عبارة عن القياس من صفر التدريج الرئيسي لغاية صفر الورانية الشباب. ضغط صفر الورانية. مقابل لانه قسم. يعني مسلا لو احنا اخدنا الصور لقدامنا يا شباب. نلاحظ انا عندي هنا عشر ملي. عشر ملي. عشر ملي. عشرين ملي. تلاتين. اربعين. ونلاحظ ان صفر الورانية يا شباب. بعد الاربعين او بعد الرقم اربعة اللي هو يمثل اربعين ملي يعني. بجزء. او بعدة اقسام اخرى. يبقى انا عندي تدريج الرئيسي هيكون ايه? اللي هو عبارة عن الاربعين زائد البي او تدريج الوغنية تدريج الوغنية عبارة عن هي شباب او هحسبه ازاي هو عبارة عن القسم المقابل القسم من الوغنية لقسم المطابق او مقابل تماما لاحد اقسام تدريج الرئيسي يعني كانهم يا شباب كانهم بالضبط كده خط واحد طب نلاحظ فينا شباب عندي الستة طبعا ميش هناخد قراءة الستة هنشوف قراءة الليه الوغنية هنا عندي واحد هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة عندي خمسة يبقى ايزا القراءة بتاعة الوغنية يا شباب عبارة عن عبارة عن خمسة طبعا زيرو ون اللي هو دقة القياس يا شباب زيرو ون مضروف في خمسة اللي هو دقة القياس عندي هي واحد من عشرة وهنتعرف ازاي كمان دلوقتي هنحسل ازاي دقة القياس يبقى ازا اربعين زائد خمسة في واحد من عشرة شباب خمسة من عشرة يبقى اربعين وخمسة من عشرة بايزا القراءة دي بتساوي القراءة دي للمسال اللي موجود لنا يا شباب على الصورة دي يا شباب بساوي ايه? اربعين وخمسة من عشرة ايه? ملي متر القياس عندي بالمجابة. طيب ه akkor د��록 يا شباب هتكلم بقول دقة القياس اللي بتسوحه الرهش. وطبعا عندي القانون اساسا لو وداية او بداية تصنيع دي او بداية تقنية القادمة جلت الوقانية يا شباب كانت الدقة القياس بتسوحه الرهش مع السن. مع التطوب في الصناعات دي يا شباب اصبح عندي دقة قياس اكتر. لو نلاحص كده يا شباب لو انا مش مكتوب عندي دقة القياس. عادة دقة القياس يا شباب بتكون مكتوبة في الجزء ده. زي هنا هون. معنىش الصورة ممكن تكون بعدها شوي. بس هو موليد هنا هون. طيب. ازاي حسب دقة القياس? دقة القياس بالساوي واحد على عدد اقسام الورانية. طيب انا عندي كم قسم من اقسام الورانية. تعني اعدهم كده ببعض. ادي عند واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتراش اتناشر طلعتاشر اربعة تاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر ستاشر عشرين. انا عندي كم قسم الشباب من اقسام الورانية بالنسبة الصور اللي قدام هنا يا倘 كل الدقة بساوكام واحد على عشرين. واحد على عشرين على السباب بساوكام 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 خمسة من مية. يبايميز indقة القياس للقراوة لعدة دي خمسة من مية. يبقى انا هعيد القياس تاني رون معنى المفروض. هقول كده اه يا شباب اربعين زائد واو الو خمسة من مية. في القراوة اللي عندي. وكانت كما يا شباب. عند قوات البي بتساوي كم بتساوي خمسة. بتساوي اربعين وخمسة وعشرين من مية ملي متر. تمام كيا يا شباب? يبقى انا رماش مكتوب عندي الدقة على القدم الزرات الورانية اللي عندي. يبقى انا هستخدم علاقة دي او استخدم القناة. دقة القياس تساوي واحد على عدد اقسام المقصود بدقة القياس يا شباب مقصود بها اقل جزء يمكن ان تقيسه هذه الاداة. اقل جزء يمكن ان تقيسه هذه الاداة. طيب. عندنا كمان يا شباب الميكرو ميتر. الميكرو ميتر ده برضو قياس يستخدم القياس الابعاد. الابعاد بدقة اكسر كمان من القدم الزرات الورانية. واستخدم القياس الابعاد الخارجية في الصغير. اللي عن الفك يا شباب? الفك هيحصل البعد من الخارج. الفك هيحصل البعد من الخارج. ده معناه يا شباب يعني هي قيس الابعاد الخارجية فقط. مش قيس الابعاد الداخلية. طب بيتكون بيتكون ما هي شباب? بتكون من استوانة سبطة لا يا شباب استوانة سبطة طبعا مطبوعة عليها او تدريج من أعلى كده بالمليمتر waters يتحرك على هذه الاصطوانة استوانة سبتة ستحرك عليها الاصطوانة متحركة عليها تدريج الورانية والي اتحرك عليها الشباب لما بتعمل دورة كاملة، نلما بتعمل دورة كاملة، بتضينا نص ملي. لما تعمل دورة كاملة، بتديني نص ملي. طيب هل فيه انواء تاني من المايكوميتو آه ممكنهملط دورة كاملة يديني واحد ملي على حسب الصناعة. بس احنا باستخدمها عددنا في المعامل معنا، بتكون في صورة يا شباب ان الدورة كاملة من الاستوانة المتحركة تديني نص ملي. يعني معنى كده يا شباب يعني معنى كده هوم ان القسم من الاستوانة اللي بتدرب ده يا شباب بيساوي كم بيساوي واحد من مية من الميلي واحد من مية من الميلي طيب اثناء حركة اثناء حركة الاستوان متحركت بتحرك معها ايه فك سابت بتحرك معها فك سابت سواء من الامام ابو دلخلف على حسب البعد المرد قياسه ويقابل هذا الفك المتحرك فك اخر سابت مقابل لي تماما. والفك السابت والمتحرك مرتبطين بشكل او باخر من خلال من خلال حرف او من خلال الاطرار اللي على شكل حرف. يبقى ازا بيتكون من استوانة استوانة سابتة عليها تدريج وايسي. طبعا تدريج وايسي شباب بالمليمتر وانصاف المليمتر. بالمليمتر وانصاف المليمتر. طب ازاي يعرف التدريج اللي هو المليمتر والاطرار اللي هو بالنصف. اللي باتجاه الارقام شباب اللي باتجاه الصفر. التدريج اللي باتجاه الصفر زي ما تشايفين كده يا شباب ده بيكون في اتجاه او بالقياس بالمليمتر. طيب والاتجاه الاخر بيكون بانصاف المليمتر. تدريجة الاستوانة التانية عند استوانة تانية يا شباب اللي هي استوانة متحركة. اللي عليها تدريج الورانية. دوت الاستوانة كاملة تساوي نصف ملي تساوي نصف ملي. طبعا الاستوانة اللي بتتحرك دي يا شباب بتتحرك من خلال مسمار مسمار الضبط. وكمان لو حبيته كمان اسبت القراءة يا شباب باستخدم مسمار الغلق. باستخدم مسمار الغلق. والتسبيت. ده عبارة عن الفك المتحرك. وده الفك السابت اللي هو المقابل له. وده الاطار له على شكل حرف يوم اللي يبغبط ما بين حطار اللي يبغبط ما بين الفك السابت والفك المتحرك. طيب ازاي? استخدمها لعمية القياس. ازاي استخدمها لعمية القياس? طيب قبل استخدامها لعمية القياس لازم اتأكد ان الاداة دي يا شباب بتكون او صالحة للاستخدام مباشرة. لان احيانا من كسرة الاستخدام بيحصل وجود خطأ صفري. وجود خطأ صفري ده شباب ده تجميل ايه؟ من كسرة الاستخدام وعدم وعدم انه الصفر وعدم تواجد الصفر اللي هو بوجود على الاستوان المتحركة مقابل ليه؟ لخط المنتصف ده. الخط المنتصف او تدريج الرئيسي. ان بفروض ان الصفر اللي هو على الاستوان متحركة يقابل تماما الصفر اللي هو على الخط اللي على تدريج الرئيسي. لو ما حصلتش كده يا شباب ببقى حاجة ازاي? ان انا اتعرف على قيمة. واطرحه او اجمعه مع قيمة تدريج الوغانية. اجمعه او اطرحه من قيمة تدريج الوغانية. لما يكون عندي الفكين منطبقين. الفكين دول منطبقين تماما على بعض يا شباب. زي ما قولنا يبقى المفروض الصفر على الصفر. وبالتالي يكون القراءة عندي المزبوطة. طب لو ما كانش كده يا شباب بقى انا عندي عندي ايه? عندي زيادة او نقصان في قيمة تدريج الوغانية. لو حصل انطباق للفكين وكان صفر الوغانية متجاوز صفر التدريج الرئيسي. يعني يزيد عن خط منتصف يا شباب. يزيد عن خط منتصف. يبقى يعني كده يا شباب ان انا اشوف الاقسام الزيادة دي. واطرحه من اقسام التدريج بتاع الوغانية. والعكس للعكس. لو ما حصلش التجاوز يعني حصل صفر الوغانية اقل من خط المنتصف يا شباب. معناها اني انا عندي عدة اقسام. عندي عدة اقسام. لازم اجمعها مع عدد اقسام مين? مع عدد اقسام تضليج. مش الورانية. ده كيفية حساب الصفر. الخطأ الصفر. طيب ازاي استخدم الميكرو ميتر بعمية القياس. برضو من خلال العلاقة ده يا شباب اللي ايه اللي هو البعد اللي هو قياسه. زي ما احنا قلنا البعد الخارجي. بيساوي ازاوي واحد مية في البawat. μα weekend system. طيب الواحد مية دها عبارة عن ايه يا شباب؟ اللي هو دقة القياس ببوا. عبارة عن دقة القياس. زي ما احنا قلنا الاكس. عبارة عن القياسه. الايه عبارة عن عن تدريج. تدريج او قراءات التدريج الرئيسي. وتلبيت تكون بالملي متر وقنصاف الملي مترا يا شباب. بالمل متر او انصاف الملي متر. زي ما احنا شوفنا كده يا شباب? ان كل زي ما احنا شفنا كده يا شباب ان كل ملي مخصوم من خلال التدريج الرئيسي. عبارة عن ايه شباب عبارة عن تدريج الورانية. طب احسابها ازاي يا شباب? من صفر التدريج الرئيسي. من صفر التدريج الرئيسي. الى الخط او القسم الذي يقابل حافة الاستوار متحرك. نرجع تاني للصورة يا شباب. انا عندي قراءة الايه يا شباب? هفدأ من صفر التدريج الرئيسي. هنا هو. من هنا يا شباب. صفر التدريج الرئيسي. للحافة دي. عدى عدد الاقسام بيساوي كام? سواء كانت اقسام. سواء كانت اقسام اه اقسام بالملي او اقسام بالايه بانصف الملي. انا مثلا هنا عندي كام? هنا عندي خمسة ملي. ستة ملي ونص. سبعة ملي ونص يا شباب. يبقى انا هنا عندي سبعة ملي ونص. اللي هو قراءة ايه? قراءة الايه? طيب قراءة البي او قراءة الورانية احصل احسابها ازاي يا شباب? اشوف انه قسم من اقسام الورانية اللي هو الاستوانة الدوار او الصوانة المتحركة يا شباب. اشوفها مقابل الانهي خط. اشوف القسم تاعها المقابل لخط المنتصر. اشوف القسم مقابل لخط المنتصر. يعني هنا عندي. هنا عندي كم يا شباب? هنا عندي خمسة وتلاتين ستة وتلاتين يبقى مقابل رقم كام? مقابل رقم سبعة وتلاتين. مقابل رقم سبعة وتلاتين. يبقى انا عندي هنا اقرار يا شباب. تساوي. تساوي سبعة ونصف زائد دقة القياس في كام? سبعة وتلاتين. الكلام ده اشوفوا بيساوي كام? يساوي سبعة ونصف او سبعة وخمسين من مية زائد اوبوينت او اوبوينت سوري اوبوينت تلاتة سبعة. اوبوينت تلاتة اوبوينت تلاتة سبعة. الكلام ده بيساوي يا شباب. الكلام ده هيساوي سبعة ملي. وسبعة وتمانين من مية. هيك وسبعة. يبقى القراءة كلها يا شباب بتساوي سبعة ملي. وسبعة وتمانين من مية. طبعا القياس بيه يا شباب بالملي متر. قياس بالملي متر. طيب نفس الكلام يا شباب عايزين نتعرف على دقة القياس انا قلت دقة القياس عندي هنا هون. بتساوي واحد من ملي. وهي عادة دقة القياس يا شباب بتكون مكتوبة على او على اطار اللي هو على حرف بشكل حرف يو. بتكون مكتوبة هنا يا يا شباب دقة القياس. زي ما نشاكين كده. ده واحد من مية دقة القياس. وده خمسة من صفر الخمسة عشرين من مية. ده له اقصى قيمة يمكن او اقصى بعد يمكن قياسه من خلال استخدام الاداة دي يا شباب. طب ليه مش مكتوبة عندي دقة القياس. هعملوا نفس الكلام يا شباب. هكتب واحد على عدد اقسام تدريجة وغنية. عنه تدريجة وغنية يا شباب اللي هو التدريج ده هم. هشوف التدريج ده هم. التدريج الاستوانة المتحركة ده. فيه عليكا قسم. طبعا هنا ايه يا شباب ما نلاقي ان الاستوانة عليها خمسين قسم. يبقى اذا واحد على خمسين. لو بيساوي واحد على خمسين قسم. لو بيساوي اتنين واحد على خمسين قسم. طيب هنلاقي دقة قياسة شباب انساوي اه عدد الخطوط دي او عدد الاقسام بتاع تدريجة الورانية. حيث النص ملي النص ملي اللي هو عبارة عن تدريجة الورانية كاملة يا شباب. بيتحرك تدريجة الورانية كمان بيهدينا ايه نص ملي نص ملي. وبايزا النص ملي بيساوي على كام على خمسين او واحد ملي على كام على مية يبقى ازا دقة القياس بتساوي واحد دقة القياس بيتساوي خمسين على خمسة من مية خمسة من عشر على خمسين او واحد من مية من المية واحد من المية يا شرقة دقة القياس. طبعا ان انا هاستخدم الان الاداة دي يا شباب. هنبدأ باك الاستخدام القدمة ذات الوغنية لحساب حجم متوازي مستغلات. حساب حجم متوازي مستغلات او قوالب من الزجاج. طبعا قوالب الزجاج يا شباب بيكون لي بيكون لي آآ طول وعرض وارتفاع. قوالب الزجاج يا الشباب بكل طول. وعرض وارتفاع. طيب طبعا احيانا يا شباب بيحصل خطأ يا اما من الااداة اللي بستخدمها يا اما من المستخدم نفسه. لو حصل آآ للاداة يا شباب دايما بعمل ايه? بأكد ان الاداة نفسها آآ بتكون صارحة للاستخدام. زي ما احنا شوفنا الشباب جدا وانا ما تكلمنا عن الميكرو ميتر. لازم اتأكد ان الفكين عند انطباق الفكين ان الصفر على الصفر. ده معناها يا شباب ان ايه? ان القدمة او الميكرو ميتر ده صالح للاستخدام بشكل مباشر. بدون الخطأ الصفر هنا. طيب بالنسبة للقدمة ذات ورنية. الخدمة ذات ورنية عند الطباق الفكين نفس الكلام يا شباب. الطباق الفكين لازم الصفر بتاع الورنية يكون مقابل الصفر. او منطبق على الصفر بتاع التدريج الرئيسي. وان مفيش عوجاج ان مفيش عوجاج في الفكين الفكين المجد قياس بيهم فده معناها يا شباب ان اصبحت المعدة صالحة دي لسا قدامنا طب احيانا نتيجة المستخدم بيحصل خطأ من المستخدم نفسه بيحصل خطأ من المستخدم طب عشان اجلل نزجة الخطأ دي يا شباب هنتابع الخطوات البسيطة اللي قدامنا دي يا شباب وناخد مثال على الكلام ده هو اللي هو ايه متوازي مستوارات هنحسب الحجم بتاع الحجم دي لساوي الطول في العرض الاتفاق الحجم دي لساوي الطول اللي هرمز برمز في الاتفاق طيب عشان نجلل زي ما احنا نقول لنسبة الخطأ يا شباب هنكرر الكلام القياس عدة مرات وليكن مثلا تلت مرات وهنحسب الحق هنحسب متوسط الطول يبا هنحسب الطول تلت مرات هنحسب متوسط الطول وهنحسب العرض او تلت مرات يا شباب ونحسب المتوسط بتاع العرض ونحسب ثيكنس ونحسب متوسط بتاع السيكنس برضو تلت مرات ونحسب ايه؟ المتوسط بتاع السيكنس احيانا يكون الخطأ ناتج من القراءة الاولى او حصل اثناء اجراء القراءة الاولى او القراءة التانية او القراءة التالتة فبالتالي شباب هنحسب الخطأ هنحسب الخطأ لقياس الطول الاول ثم لقياس الطول التالي ثم لقياس الطول التالي ونجيب او نحسب المجموع الخطأ اللي ممكن يكون حصل او الخطأ النسبة اللي حصل اثناء اجراء الطول طيب هنحسبه ازاي يا شباب ان احنا نحسب قيمة المتوسط ناخد القراءة المطلقة يا شباب او القيمة المجابة للقيمة المتوسط متوسط الطول ناقص قيمة القراءة الاولى للطول وبعد كده واشا نجمحها مع القراءة التانية قيمة متوسط الطول مع القراءة التانية لناقص القراءة التانية للطول ونفس الكلام بالنسبة للقراءة التالتة اللي هنعمله يا شباب بالنسبة لقراءات الطول هو هو اللي هنعمله بالنسبة لقراءات مين؟ قراءات العرض. نفس الكلام يا شباب بعد ما نحسب متوسط هنحسب الخطأ المطلق لقياسات العرض. الخطأ اللي صوري الخطأ النسبي لقياسات العرض اللي هو ايه؟ برضو نفس الكلام يا شباب هنحسب قيمة الخطأ قيمة المتوسط اللي حقلها العرض ناقص قيمة القراءة الاولى للعرض. نفس الكلام طبعا ناخد القيمة المطلقة يا شباب او دخول. نفس الكلامailand. نفس الكلام النسبة للقراعات التانية سننجيب Beam. كما عملنا القياسات الطول هنحسب القيمة او قيمة الخطأ لقياسات الطول. نحسب القيمة الخطأ للقياسات العرض ou نفس القيمة الخطأ للقياسات الاتفاعة بنفس الطريقة. ثم نقوم باعراع او بحساب الخطأ النسبي لقراءات الحجم من خلال العلاقة يا شباب. هو عبارة عن اللي هو عبارة عن الخطأ النسبي لقياسات القراءات الحجم على او متوسط قراءات الحجم اللي هو بيساوي دلتا ال على ال اللي هو اللي هو عبارة عن خطأ النسبي لقياسات الطول على متوسط الطول زاد خطأ النسبي لقياسات العرض عن متوسط الحرب. الخطأ النسبي برضو نفس الكلام دي ايه اتفاع او للسمك على متوسط متوسط مين? متوسط السمك او الارتفاع. طبعا من خلال العقد يا شباب هنجيب قيمة ايه? الدلتا بي دي. يوبقى ازا الدلتا في. اللي هي بتساوي في الجيلة كلها يا شباب. ديها القراءة دي كلها. تمام? منها يبدع ببعا قيمة الخطأ. قيمة الخطأ اللي ممكن نكون حصل. قيمة الخطأ اللي ممكن نكون حصل? اسناء اجراع عمليات جميع القياسات الخاصة بايه? الحجم. المجموزة برامزة يا شباب دلتا بي اللي هي� او الخطأ المطلق لقياسات لقياسات الحجم. طبعا ما عرفتي عندي الحجم او متوسط الحجم عندي متوسط الحجم وعندي او عندي الخطأ المطلق شباب يباني ممكن احسب قيمة الحجم الحقيقة. قيمة الحجم الحقيقي اللي هو فيه بيساوي متوسط الحجم ناقص او الخطأ المطلق او الخطأ المطلق. طيب احيانا يكون الخطأ ده بالزيادة او بنقص هنا يا شباب. فبعنا عندي عبارة عن الخطأ المطلق عبارة عن يعني مسلا لو انا عندي انا عندي جهاز بيتحمل تيار قيمته عشرة موجة او ناقص او بوينت اتنين. ده معناها يا شباب ان الجهاز ده او المعدة دي تتحمل تيار بداية من تسعة فاصل تمانية الى عشرة واثنين من عشرة امبير. مسلا ده معناها يا شباب معناها كده. يبقى الحجم الحقيقي يا شباب عبارة عن او القراءة الحقيقية عبارة عن متوسط القراءة او مترسط الكمية الفيزيائية موج او سالب الخطأ المطلق لقياسات هذه الكمية الفيزيائية. ده كان تطبيق يا شباب على حساب الخطأ المطلق. الخطأ او اه الايجاد الحجم الحقيقي للمتوازم الصلاط من استخلال استخدام القادمة الزات الورانية. طبعا بسجل النتاج عند فجاده لشباب متوسط الحجم بيسوي كام. وغيرة او الخطأ النسبي بيسوي كام? والخطأ المطلق بيسوي كام? وبعد كده بحسب الحجم الحقيقي. نشوف تطبيق كده يا شباب على استخدام المايكرو ميتر. هنجيب كرة ونحسب الاقطار الخارجية للكرة. هنحسب طبعا عشان نحسب. اه نحسب سورة عصب نصف القطر. فانا بعد التالي لازم احسب القطر واقسم القطر على اتنين عشان نحسب نصف القطر اللي هو بعد كده اجيب القيمة المتوسطة. قيمة ار المتوسطة اللي هي ار ليش? عشور ار بار القيمة متوسطة. ومنها هنحسب الخطأ الخطأ المطلق اللي هو الدلتة ار. الدلتة ار هو الخطأ المطلق لقياسات الانصاف اقدر الكرة. بيساوي الخطأ بيساوي القيمة المتوسطة اللي هي ار بار ناقص ار اي حيثه. يبقى الدلتة ار يا شباب بيساوي ار بار ناقص ار القراءة الاولى والقراءة التانية والقراءة التالتة. لو انا عندي ثلاث قراءة بس يا شباب. عشان نحسب ايه? طبعا لازم احسب ايه? القيمة المطلقة. هحسب القيمة المطلقة والقيمة المجرى. منها يا شباب طبعا انا عندي دي الكرة. وعندي في الهندسة بيقول للكرة او او حجم الكرة. حجم الكرة بيساوي اربعة على تلاتة تربيع. يبقى انا عندي القيمة القيمة بتاعت الار عندي يا شباب. قيمة الار عندي يا يا شباب. هحسبها من اين? هحسبها من القيمة المتوسطة. هحسبها من القيمة المتوسطة. وعندي الخطأ المطلق لقيقاسات الار. يبقى انا هحسب. الفي. من خلال الار. هحسب الفي اللي هو الحجم من خلال الار. هحسب الحجم متوسط طبعا. وبعد كده هحسب الفي الحقيقية او الحجم الحقيقي. دي قياسات الحجم بتاع الكرة. من خلال الفي بتساوي الفي المتوسطة ناقص الدلتا في او الخطأ المطلق اثناء اجراء عمليات او اثناء اجراء قياسات الحجم للكرة. هنطبعا نسجل النتائج في جدل يا شباب. زي ما احنا قلنا هنحسب قراءات الار دي عدة مرات. هو نحسب بعد كده الار المتوسطة اللي هو عبارة عن ار واحد او ثلاثة على ثلاثة. اللي هو المجموعة العدد. ونحسب الخطأ المطلق لقياسات القيمة الاولى او القيمة التانية او القيمة التالتة. لانه ممكن نكون الخطأ حدث اثناء اجراء عمليات القراءة الاولى او اجراء القياس القراءة الاولى او القراءة التانية او القراءة التالتة. ما نخلال معدي دي يا شباب وبعد كده احسب الخطأ المطلق. احسب الخطأ النسبي للقياسات جميعنا يا شباب. نخلال الخطأ. المطلق. وبعد كده احسب الخطأ ايه? احسوري احسب الحاجم الحقيقي هيسوي قيمته كم? طيب وبعد كده اشترك طبعا ان شاء الله هنتابع ايه? هنتابع الجدول. هنتابع بعد كده هنتابع الفيديو المرفق بالتجربة. شكرا جزيلا.